موسيقى السابع عشر من يوليو خطوة تاريخية بدأت بانتخاب الزعيم علي عبدالله صالح واعتبرت حجر الاساس لما بعدها مخرجات اجتماعات لجنة تنسيخ عادس الانتشار في البحر تخالف ما يجرى في البر والميليشيات تواصل وتصعيدها افشال هجوم حوثي في باب غلق بالضالع وتحرير مواقع في جبهة ناطع بالبيضاء ثالثة ونصب توقف العاصمة صنعاء اهلا بكم الى النشرة الاخبارية من قناة اليمن اليوم واحد واربعون عاما تمر على ذكرى السابع عشر من يوليو يوم تولي الزعيم علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في اليمن بعد انتخابه من مجلس الشعب التأسيسي في خطوة تاريخية اسست لما بعدها ابتداء بالحوار الوطني الذي نتج عنه الميثاق الوطني الذي ضم كل الفئات السياسية تلاهو الحوار من اجل الوحدة التي كانت اعلنت في الثاني والعشرين من مايو الف وتسعمائة وتسعين واعتبرت ميلادا جديدا لليمن واليمنيين مسلسل نجيزي ووطني واناتي اعتبر السابع عشر من يوليو مفتتحا لكل الإنجازات والتحولات التاريخية التي شهدتها اليمن وصولا إلى الوحدة اليمنية حلم الشعب اليمني التي تحققت في اليوم الأغر الثاني والعشرين من مايو العام الف وتسعمائة وتسعين مطلع ستينيات القرن الماضي تجسدت واحدية المصير بين شطري الوطن بالنضال المشترك ضد نظام الإمامة في الشمال وقوى الاستعمار البريطاني في الجنوب وكانت دماء أبناء الشعب المختلطة في معركة الخلاص الوطني الملهمة لأنظمة الحكم المتعاقبة بين شطرين وما لبيثت حتى استجابت لأصوات السواد الأعظم من الشعب المنادية بتحقيق الوحدة من خلال عقد العديد من الاتفاقات واللقاءات الأفكار التي كانت تراود طرفين بتحقيق اللحمة الوطنية واجهت عقبة كأود متمثلة باختلاف أنظمة الحكم في شطرين وصعوبة صهارها في بوتقة واحدة الأمر الذي جعل مسار العمل الوحدوي شائكا ومعقدا للغاية وينتهي أحيانا بمواجهات مسلحة بين الشطرين ومنها ما حدث عامي 72 وتسعة وسبعين حيث دخل الشطران في أتون معارك انتهت بإعلان اتفاقيتين وحدويتين هما اتفاقية القاهرة 72 التي أكدت على حتمية الوحدة وفي السياق ذاته جاءت اتفاقية الكويت عام 79 التي كان طرفها الرئيس علي عبدالله صالح بعد عام وبضعة أشهر من جلوسه على كرسي السلطة في شمال الوطن بجوار رئيس الشطر الجنوبي من الوطن حينئذ عبدالفتاح اسماعيل وشددت على الالتزام بالاتفاقات الوحدوية السابقة عمل الزعيم علي عبدالله صالح إلى جانب احتواء المواجهات المسلحة في شطري الوطن التي عرفت بحرب الجبهة على بث الروح من جديد في مفاوضات الوحدة متخذا من اتفاقية الكويت عام 79 منطلقا للمضي قدما نحو المصادقة بمفرده على 59 محطة وحدوية من أصل 69 تعاقب عليها قادة الحكم كافة في الشطرين السابقين محطات مسار العمل الوحدوي خلال الفترة من عام 80 إلى 85 شهدت زخما كبيرا نحو تحقيق الهدف المنشود وتجسد ذلك في اللقاءات العديدة والاجتماعات المتواصلة على مستوى المجلس اليمني الأعلى بين القيادة السياسية في شطري الوطن باللقاءات المباشرة التي جمعت الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأخيه علي ناصر محمد في كل من صنعاء وعدن وتعز ومكيراس وسيئون أحداث يناير الدموية في جنوب الوطن عام 86 مثلت اختبارا حقيقيا للقيادة السياسية في شمال الوطن تجاه ما يدور في شطر الوطن الآخر من أحداث مؤسفة إلا أن مشاعر الإخاء كانت حاضرة وجتازت ذاك الامتحان الصعب أيها الأخوة الأحرار عليكم الاستجابة لهذا النداء استجابة لنداء أخوة لكم في الثورتين سبتمبر واكتوبر في الشطر الشمالي من الوطن الحبيب تناشدكم المرأة والطفل والشيخ والعالم وكل المسؤولين القياديين في الشطر الشمالي من الوطن العزيز عليكم أيها الأخوة الالتزام بوقف إطلاق النار وتأكيدا على وحدة الأرض والإنسان انعقدت قمة صنعاء عام 88 التي مثلت ذروة العمل الوحدوي حين وقع رئيسا وزراء الشطرين على اتفاقية أبرز بنودها تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية وإلغاء النقاط القائمة واستبدالها بنقاط مشتركة وصولا إلى الاتفاق الأبرز الذي عقد في عدن خلال 30 نوفمبر عام 89 حين وقع الأمين العام للمؤتمر الشعبي الرئيس علي عبدالله صالح والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض اتفاق إعادة تحقيق وحدة الوطن بالمصادقة على مشروع دستور دولة الوحدة يوم عظيم وتاريخي وأحمل أخواني وأبائي وزملائي في مجلس الشورى هذه المسؤولية التاريخية والذي بإكرار هاتين الاتفاقيتين يتم إعلان الجمهورية اليمنية يوم غد الساعة الثانية عشرة ظهرا ترتفع العلام عالم الدولة اليمنية على كل المؤسسات والآيهات وبناء على ذلك توجه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى عدن في الثاني والعشرين من مايو عام تسعين ليرفع علم الوحدة الحلم الذي تحول إلى حقيقة أسال الدموع الفرح عند تحقيقه وقد مثل السابع عشر من يوليو ثمانية وسبعين مفتتحا لنهضة عملاقة شهدتها مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية والتنموية التي شهدت نموا متسارعا في ظل توفر مناقات الأمن والاستقرار والاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية كان الحديث عن بناء اقتصاد يمني متطور وحديث يتواكب مع النمو العالمي وينتشر البلاد من العزلة التي فرضها النظام الإمامي قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مستحيلا لكنه أصبح ممكنا في الفترات التالية لقيام الثورة والبدء في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح المالي والإداري وذلك ما تم بعد تولي المقدم علي عبدالله صالح دفت الحكم في البلاد في السابع عشر من يوليو 1978 ومات لذلك من إصلاحات أثمرت بشكل إيجابي في القطاعات الاقتصادية المختلفة انتهجت الدولة اليمنية الفتية حينها سياسة اقتصادية تقوم على أساس آلية السوق ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص وإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح دورها تصحيا وإشرافيا وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وإعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمهورية والاستثمارية والقضاية بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار ما أسهم في رفع مستوى الانتاج في السلع والخدمات وحقق نموا اقتصاديا متصاعدا ورفع مستوى دخل الفرد وأسهم في زيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية وكلها عوامل نشطت قطاع التجارة الخارجية مدفوعا بالموقع المتميز اليمن وتطور وسائل النقل المختلفة وتحسن العلاقات مع دول الجوار معززة بالاستقرار الأمني والسياسي في البلاد حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم وصل في العام 2009 إلى تريليونين وسبعمائة وسبعة مليارات ريال منها تريليون ومائة وتسعة وسبعين مليار ريال قيمة الصادرات فيما بلغت قيمة الواردات تريليون وخمسمائة وسبعة مليارات ريال لم يقتصر الأمر على التجارة فكان لابد من الاعتماد على الذات فبعد أن كان النشاط الصناعي مقتصرا على بعض المصنوعات والحراف التقليدية والبداية شهدت المشروعات الصناعية تطورا ونموا كبيرا حيث دخلت اليمن في صناعة الأسمنت والحديد والتبغ والكبريت والمعادن وطحن الحبوب وتهيئتها وصناعة السمن والصابون والزيوت والمعلبات الغذائية وغيرها الكثير من الصناعات التحويلية والاستخراجية تطور الصناعة والتجارة كأحد ملامح ناضة اليمن الجديد في أهد الرئيس علي عبدالله صالح كان في أمس الحاجة إلى مؤسسات مصرفية تواكبه وتسهم في تنمية واجتذاب الاستثمارات فكان لابد من تبني سياسات مالية لتشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي وإحداث تغييرات جذرية في العمل البنكي وهو ما حدث فعلا فصدرت التشريعات المصرفية لتنظيم عمل المصارف والبنوك وتأمين الوداع المصرفية الإصلاحات التشريعية للبيئات الاستثمارية واستقرار الأوضاع أسهم في تزايد عدد البنوك وفرعها إلى 18 بنكا منها 9 مصارف تجارية وأربعة مصارف محلية إسلامية وخمسة فروع لمصارف أجنبية فيما بلغ إجمال ودائعها نحو 10 مليارات دولار في العام 2010 ووصل حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي إلى حوالي 13 مليار دولار في العام نفسه نهضة اقتصادية عملاقة إن عكست على مختلف المجالات في البلد فشقت الطرقات التي تجاوزت أطوالها أكثر من 17 ألف كيلو متر من الأسفل إضافة إلى الطرق المعبدة والترابية وكذا بنية الجسور وشقة الأنفاق وتم تأسيس شبكة وطنية للكهرباء وشبكات عملاقة للإتصالات والإنترنت وتوفير المناخ الآمن للاستثمار وسياحة وأنشئت عددا من المطارات ووسعت الموانئ وأسست شركات للنقل البري واليوي كما تم استكشاف وإنتاج النفط والغاز في أبرز منجز للدولة اليمنية في عهد الرئيس علي عبدالله صالح وجميعها شكلت ملامح اليمن لعشرات السنوات شهد خلالها استقرارا واستقلالية في القرار الميليشيات الحوثية تواصل تعنتها وصلفها ومحاولاتها إفشال كل الجهود من أجل إحلال السلام في الحديدة تمثل ذلك في تصعيدها الخطير تحشيدا وقصفا وقنصا عشية وأثناء وبعد اجتماع لجنة تنسيق عادة الانتشار في الحديدة وأيضا تهربها من تنفيذ المرحلة الأولى من عادة الانتشار بعد مطالبة الفريق الحكومي تصحيح مسار عادة الانتشار بعد المسرحيات الهزلية التي قامت بها أوضح رئيس الوفد الحكومي في لجنة تنسيق عادة الانتشار بالحديدة اللواء صغير بن عزيز أن الاجتماع المشترك للجنة الذي عقد الاثنين خرج باتفاق على آلية وقف التصعيد وقال اللواء صغير بن عزيز في تغريدة على حسابه بتويتر أنه تم في الاجتماع المشترك الخامس التوافق على آلية وقف التصعيد ومراجعة مفهومي عملية الانتشار في المرحلتين الأولى والثانية وأضاف أنه بعد تنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم بشأن السلطة المحلية وقوى الأمن المحلية والموارد يتم تنفيذ عملية الانتشار في المرحلتين والحديث ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحل السياسي عبد الناصر المودع مرحبا بك أستاذ عبد الناصر نعم إذا واصلت الميليشيات الحوتية خروقاتها لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وريفيا متجاهلة اتفاق السويد وغير عابئة باجتماع اللجنة الثلاثية لوقف إطلاق النار هكذا هي الميليشيات الإجرامية الكهانوتية رغم اختتام الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفد الحكومي ومموثل عصابة الغدر والخيانة الكهانوتية مع رئيس الفريق الأممي لعادة الانتشار الذي استمر أكثر من 48 ساعة على متن السفينة الأممية في ميات البحر الأحمر كثيرا هي المؤشرات الميدانية على الأرض التي تؤكد إصرار ميليشيات الكهانوت الإرهابية على إفشال كل الاجتماعات والمساعي الأممية الثلاثية على متن السفينة الأممية واتفاق السويد جدرا بالذكر إن الميليشيات الإجرامية نفذت تسللين صوب شارع الخمسين مستقلين التزام الأبطال بتوجيهات القائد البطل طارق صالح بضبط النفس وإخوانه قادة العمالقة والصقورة هامة والتزام الأبطال بضبط النفس وعدم الإنجرار إلى ما تسعى إليه ميليشيات الكهانوت الإجرامية إلى الدمار نحن اليوم في الشهر السابع من اتفاق الهدنة والميليشيات الحوثية الكهانوتية تقصف إلى هذه اللحظة هناك اجتماعات في البحر اليوم الثاني على التوالن ولكن لا اجتماع ثلاثي من قبل الشرعية والحوثة والأمم المتحدة ولكن الحوثيين قصفوا إلى هذه اللحظة متحدين كل القرارات الأممية نحن ليس بنا ضعف أو جبن فالكل يعرف من هي المقاومة الوطنية ومن هم العمالقة ومن هم القوة التهامية ومن هم القوات المشاركة بالكامل نحن والله إنها إنما هي إشارة من العم الطارق ونكون في ميناء الحديدة وبدورهم أبطال وأشاوسا لواء الأول حراس جمهورية تصد لذلك التسللات والقنص من قبل تلك الجماعة من بعض المباني المطلة على الأحياء السكنية الجنوبية بمدينة الحديدة وتم التصدي ببسالة من قبل الأشاوس لهذه التسللات التي تأتي بعد مرور قل من 24 ساعة منذ اختتام تلك الجلسات الأممية على متن السثينة الأممية في البهر ويتزامن هذا التسلل مع قصف من قبل ميليشيات الإرهاب الكهنوتية وقصف الأحياء السكنية ببين بي ومدافع الهاون والهوزر ومدفعية بي عشر على منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بشارع صنعة وشارع الهامسين وصولا إلى الكيلو 16 الذي يتواجد في أشاوس العمالقة خروجات وتصعيد مستمر تنفذ جماعة الدمار الإرهابية على كل جميل في هذه المدينة المسالمة مهما حاولت تلك الميليشيات بالتخندب والتلخيم وزرع حقول الألغام وتعلت المباني لقنص الأبرياء وتغطيها على تسللاتها الفاشلة يتم رصدها من قبل تلك العيون الساهرة أبطال حراس الجمهورية اللواء الأول والثالث حراس جمهورية وإخوانهم أسود العمالقة ووحوشتها معه ويتم التعامل مع تلك الميليشيات بحسن والتصدي لهم من قبل العيون الساهرة حماة الوطن والكرامة نعاهد الله ثم نعاهد الوطن ثم نعاهد القائد أننا على درب الشهداء سائرون ونقسم بالله العظيم أننا بعده بعده عبد الملك الحوذي وزمرته لآخر حوذي ننهيه من العلوية الأرض الآن المعنويات عالية من فوق السحاب وهما أثناء مرتفعة عالية والجبال ونحن الآن نصد عدة تسللات وضرب وقنص علينا من المباني والفنادة هنا الأبطال بمعنويات مرتفعة وعزيمة عالية وإصرار كبير لتطهير ما تبقى من حارات المدينة وموانئها في حال التوجيهات من القادة الأبطال لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب المران من مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر تحروح في الدم نفيك أيمن تحروح في الدم نفيك أيمن إذن أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع مرحبا بك مرحبا بكم كيف تنظر إلى مخرجات اجتماع لجنة التنسيقية عادة الانتشار في الحديدة؟ كان واضح بأنه لا في اتفاق ولا في محركات حقيقية كل ما حدث من أمور المتحدة حاولت فقط أن تصنع إنجاز وحني وقالوا بأنه تم الاتفاق على المعايير الوقف طلاق النار يعني كل كلام عامة عبارات شائية ليس لها معنا كما لا زالتها القضايا على حالها وبدأت قضية الخلاص تعرف أنه بعد يومين سيقدم المضعوث المؤمنين إحاطة المجلس السلام وهو يريد أن يقدم هذه الإحاطة بأنه يدعي بالنوحدة في إنجازنا كما أنه أيضا بئيس لجنة المراقبة ستمتهي فكرة عمل عنها في هذا الشهر وهو يريد أيضا أن يسمع إنجاز أخير أو يدعي بأن هناك إنجاز أخير سنة الأمر على العرض كما ذكر مراسلكم أنه بعد ذلك الاجتماع حدث اشتباكات وقصف وبالتالي الأمور على حالها وهذا أمر متوقع وطبيعي لا يمكن توقع بأن يحدث أي إنجاز فيما يتعلق بالحديدة لأنه كل طرف سيتمسك بموقفه وقت التحليد الحوتي الحوتي ليس هناك ما يجور هم على أن ينسحبوا كما تطالب ذلك الحكومة وبالتالي الأمور سيستمر حالة الاشتباكات هذه المنتقبتها والخشية من الاشتباكات أوسع يقوم بها الحوتيين في مناطق غير مدينة الخديدة في مناطق داخل محاقبة الخديدة نعم بمعنى لن تلتزم الميليشيات بما تم الاتفاق عليه وهي التي منفكت تواصل تصعيدها أصلاً ماكيش اتفاق حقيقي نعم ومجرد الكلام على آلية وقف التصعيد ومراجعة مفهومية عمليات الانتشاف المتحدثين والأولاء والثاني ومراجعة وتحديد معايير ما معنى وقت أطلاق نهري يعني كل كلام عام وأما وقف التصعيد وقف التصعيد هذه المسألة لا أعتقد بأن الحوتيين سيرتزموا بها إلا إذا لديهم خطة بديلة بمعنى أنهم ربما يتوقفوا عن التصعيد فقط مؤقفاً لخطة ماء حجوم ماء أو غيرها هل هناك خطة جديدة بشأن الحديدة ترسم خلف الكواليس برأيك شوف الحديدة كان هناك منذ البداية بيتو دولي بمنع معركة الحديدة وهذا كان على الأطراف المهاجمة أن تدرك أن هذا البيتو قائم بأنها ستجبر على وقف أطلاق النار وهذا ما حدث ما حدث في السويد هو وفيفة تم جبار الإمارات السعودية على القبول بها وبالتالي توقفت معركة الحديدة لا زال هذا البيتو قائم حتى الآن ولا أعتقد بأن هذا البيتو على رقم في المستق والقريب سيتتراجع عن دول العالم ضد الدول الكبرى الأسباب كثيرة ترى هذه الدول بأن المشكلة الإنسانية ستتفاكم السعنفة والمعركة الحديدة وبالتالي هذا الأمر خدم الحوتي ولازال يخدم الحوتي بمعنى أن الحوتي بعد أن نطمئن بأنه لم يكن هناك معركة في الحديدة ومعركة لقطع الطريق على الأقل الطريقة الشمالية طريقة الشام ومحاصرته داخل الحديدة أصبح يتصرف براحة وأصبح يتمسك ويرفض أي مبادرة أو أي خلول الوسط لإنهاء المشكلة أو لتحريك بنود اتفاقيات السويد وهذا أمر كما تكدر لكم متوقع ليس هناك ما يجبره نعم عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك ذلك مدد مجلس الأمن الدولي مهمة الفريق الأممي في اليمن برئاسة الجنرال مايكل لوسغارد لستة أشهر إضافية تنتهي في يناير 2020 قرار جديد تقدمت به بريطانيا واعتمده مجلس الأمن الدولي يمدد لإعتاد الأمم المتحدة في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في يناير من العام 2020 ستة أشهر منذ تعيين الفريق الأممي لدعم اتفاق مضت على توقيعه نفس المدة دون تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض سواء إنقاذ البليشيات من حافة الانهيار في الحديدة ومساعدتها على التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب أوراقها وتموضعها وزرع مزيد من الألغام والعبوات الناسفة وحفر الأنفاق وتفقيقها واستقدام التعزيزات وشن المزيد من الهجمات على المناطق المحررة ومواقع القوات المشتركة مراقبون اعتبر المبعوث الأممي وفريقه في مهمة تجميل وتحسين صورة الميليشيات الحوثية وشاهد زور لقلب الحقائق من خلال محاولة شرعانة الانسحاب الهزلي للميليشيات من موانئ الحديدة الذي سرعان من كشفت حقيقته لم يكن الفريق الأممي قادرا على إدانة الميليشيات وهي التي منعت اجتماعات لجنة إعادة الانتشار وقصفت مقراتها وأطلقت الرصاص على مواكبها واعترضت طريقها ومنعت انتقال الفريق الأممي في لجنة إعادة الانتشار إلى المناطق المحررة للقاء الفريق الحكومي ولم تسمح بعقد الاجتماع في مدينة الحديدة ليتم نقله إلى سفينة في البحر اجتماعة متتالية للجنة إعادة الانتشار والتي شكلت على ضو اتفاق السويد لتنفيذ بنوده في مدينة الحديدة وموانئها ثلاثة فضلا عن انهاء الحصار عن تعز وملف الأسرى لم تأتي بأي جديد سوى الاتفاق على أمور بديهية تم الاتفاق عليها في أول اجتماع ليتم نقضها وبحثها مرة أخرى في كل اجتماع ليراوح الأمر مكانه وتظل الميليشيات جاثمة على المدينة وموانئها فبماذا عساها أن تأتي البعثة الأممية الممدد لها وهي التي لم يصل أغلب أعضائها الأراضي اليمنية ولم تستطع حماية نفسها أو تأمين اجتماعاتها داخل المدينة كما كثفت ميليشيات الحوتي من قصفها العشوائي واستهدافها منازل المواطنين في مدينة حيس بمختلف أنواع الأسلحة مصدر محلية في مدينة حيس أكدت أن ميليشيات الحوتي شنت قصفا عنيفا بعدد من القذائف الصاروخية على حي المحل مستهدفة منازل المواطنين أضافا أن عدد من القذائف سقطت على منازل المواطنين محمد عبدالله الأهدل ومحمد الشهاب وعبدالله الأهدل وأقديفة أخرى سقطت في حوش منزل يحيى غالب جبلي أدت إلى إفزاع الأهالي سيما النساء والأطفال ونفوق بعض الحيوانات وفي التحيط جنوبي الحديدة أصيب طفلان برصاص قناصة البنيشيات الحوثية بعد نجاتهما من قصف لمدفعيتها استهدف منزلهما وذكرت مصادر محلية أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية استهدفت بسلاح القناصة الأحياء الشرقية لمدينة التحيطة ما أسفر عن إصابة الطفل إبراهيم أحمد إبراهيم وشقيقه شهاب الذين كانوا يلعبان أمام منزلهما والذين كانت بقايا جيوب الميليشيات الحوثية استهدفته بقذيفة هون الليلة الماضية ورغم محاولات إحلال السلام في الحديدة تكثف ميليشيات الحوثي من انتهاكاتها في المدينة وتدفع بتعزيزات جديدة ضمن مساعيها تفجير الوضع عسكريا في المدينة فيما لجنة عادة الانتشار تعقد جماعتها على متن السفينة في عرض البحر ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خرقاتها وانتهاكاتها في مدينة الحديدة وريفها لتؤكد للعالم أن لا علاقة لها بالسلام ولا تفهم سوى لغة البندقية مراقبون أعتبروا صمت الفريق الأمومي على انتهاكة الحوثي التي دفعت باللجنة الثلاثية لعقد اجتماعتها بعيدا عن اليابسة بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار تعنط الميليشيات التي استقدمت مجامع جديدة إلى داخل المدينة ومحوطها مستهدفة مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع السلحة وهجرت الكثير من المواطنين من منازلهم محاولة مستمتة تنفيذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بين الحين الآخر لمحاولة سعادة مواقع تم طردها منها وتعدت مرحلة الخروقات وإطلاق النيران والقضايف إلى تنفيذ عمليات هجومية نحو مناطق محررة داخل المدينة مثل حيس والدراهيمي وتحيتا وبيت الفقه في محاولة بائسة لاستعادتها أو تحقيق أي تقدم يذكر ضاربة عرض الحائط بما يجري من مشاورات سياسية وفي ظل تعنت الحوثي والصلف تظل العملية السياسية في الحديدة ضعيفة وغير مجدية في الوقت الذي تدفع الميليشيات نحو الحرب بعد أن حول الشوارع وأحياء عروس البحر الأحمر إلى متارس وثكونات عسكرية غير مبالية بمصير المدنيين كما كثفت بليشيات الحوثي من خروقاتها في اليوم الثاني من الاجتماع المشترك للأجنة الرقابة الأممية المنعقد على متن سفينة في البحر الأحمر طبالة الحديدة الإعلام العسكري للمقامة المشتركة أكد أن البليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة الحديدة استمرت زهاء ساع وتزامنت مع قصف بقضائف الهون ومختلف الأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة على الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاوى الخمسين ومواقع المقامة المشتركة داخل مدينة الحديدة وفي جنوب الحديدة شهدت الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حيس محاولة تسلل مماثلة سرعان منتهت بالفشل الدريع كسابقاتها على يد أبطال القوات المشتركة كما رصدت المقاومة المشتركة وصول تعزيزات جديدة لبقاء جيوب الميليشيات الحوثية عبر خط زبيد إلى مناطق نائية خارج مركز مديريات التحيطة وتعد هذه التعزيزات الحوثية الثانية من نوعها إلى مديريات التحيطة خلال 48 ساعة ضمن مخطط مكشوف يستهدف مهاجمة منطقة الجبلية لتهديد طرق إمداد القوات المشتركة في الجبهة المتقدمة داخل مدينة الحديدة في الضالع تمكنت القوات المشتركة والمقاومة من إحباط هجوم حوثي في جبهة باب غلق القريبة من منطقة الفاخر شمالي المحافظة فهذا مصدر عسكري أن المقاومة والقوات المشتركة تقوضان معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية في جبهة باب غلق المؤدية إلى الفاخر المعقل الرئيس للميليشيات الإرهابية التي تشهد انهيارات غير مسبوقة في صفوفها وكانت عناصر من ميليشيات الحوثي لقت مصرعها بينهم قيادي أو قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر وجرح آخرون في مواجهات مع القوات المشتركة والمقاومة في جبهتي غلق وشخب في مديرية قاطبة وللمزيد من التفاصيل نضب إلينا عبر الهاتف الملازم يوسف الأهنومي من جبهتي سليم الفاخر مرحبا بك أطلعنا على ما يجرى في باب غلق نجري في الأوجرة في الأيام والماضية والسلاحات الماضية جرت معارس بارية نتيجة شن الميليشيات الحوثية هجوم على باب غلق فتم تكتب هذا الهجوم وخسائر الميليشيات كما هي في كل معرضة تهاجم فيها الخسائر كبيرة لا تصل وإنما ما وصل إلينا من المعلومات من خسائرهم قد تجرتمهم في التقرير وهناك معارس ليس في باب غلق وإنما في باب غلق وفي شخب وفي حجر في الأيام الماضية خسرت الميليشيات الحوثية متاحات واسعة وخسرت عداد كبير وخسرت قتلات فيه من مقاتليهم الميليشيات الأهل في حالة إفلاس وفي حالة إنسياس عديد بسبب المعارس سواءاً كلنا نحن من نهاجم أو هم الذين نهاجمون في كلتاً الميليشيات هي الخاسرة في جبهة الضالح نعم ما مدى التقدم المحرز نحو الفاخر الفاخر هي معقل الميليشيات وما هي العراقيل التقدم في الأيام الأخيرة وفي قبل يومين التقدم كان بسيطة جبهة باب غلق حيث حققت القوات المشتركة والجيش الوطني والمقاومة تقدماً ملوثاً وتقدماً يعني رائعاً في الإسلام على بعض الموافق الاستراتيجية التي تتيطر كما ذكرتم على منطقة بالفاخر وتتيطر على الغشة وتتيطر على حبيل الكلف وتتيطر على سلين هذه المناطق اليوم الحروجيون يراهلون على إعادتها بكل الوسائل ويسيونها هجومات الضالية في الليالي الماضية لأجل استعادة هذه المواقع المهمة والخطيرة التي خطروها اليوم يختارون عسال يختارونها من المقاتلين يختارون كل شيء يفضلونه في سبيع عسال هذه المواقع لا تلا جدوة من هجوماتهم مستشلة هذه التقدمات الأخيرة التي وقعت في اتجاه جبهات باب غلق نعم إذن سيطرتم على المناطق المطلة على الفاخر ماذا عن الوضع الميداني في جبهات الضالع الأخرى الوضع الميداني اليوم أصبحت هناك أو أقبلت إلينا اليوم وقبل اليوم بيارات ميدانية لخيادات عدية الجيش للإطلاع على الجاهدية ولإطلاع على خرط إدارة المعارس وإدارة الجبهات والإطلاع على احتياجات المقاتلين واحتياجات الجيش في الجبهات وجدوا أن المعنوية عالية وجدوا أن الجاهدية أثر من أي وقت مضى ووجدوا أن التوحب اليوم بين كل القوى وبين كل الفصائل وبين كل الألوية وبذلك المقاومة والمقاومة الجنوبية والوسوات المشتركة والجيش الوطني كلهم اليوم على قلب رجل واحد ويضربون من سهل واحد عدوه من اليوم هو الحوثي الذي جاء راجلا لبلادنا ومحتالا لها لن نتهاون لن نتحاضن لن يتلدينا في المجال أي عدو غير الماليسيات الحوثية اليوم الناس يتوحف غير مسبوح اليوم الناس على كلمة واحدة اليوم الناس يتقون أفضل قراءة دقية واحدة اتجاه ماليسيات الحوثية هذا هو الوضع الميزاني اليوم والناس في جاهدية والناس في إعجاج أكثر مما كانوا عليهم مطبع الدول والقوات لتحرير البلاد والتأمين الملازم يوسف الأهنومي من جبهة سليم الفاخر شكرا جزيلا لك وعلى مقربة من الضالع تمكنت القوات الحكومية والمخاومة من تحرير مواقع في جبلي أحواص وإكبار في جبهة ناطع بالبيضاء بعد هجوم على مواقع الميليشيات استمرارا للمعارك العسكرية والميدانية للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوث الكهنوتية ودك أوكارها وتحصيناتها في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء هجوم جديد على مواقع ميليشيا الحوث الإمامية في جبل بأحواص وإكبار تمكنت من خلالها القوات الحكومية وأبطال المقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في سلسلة جبل بأحواص وجبل إكبار في جبهة ناطع فيما فلول الميليشيا لذت بالفرار وسط قهقر لمقاتليها وسقوط أكثر من 15 قتيلا من عناصرها وعشرات الجرحة إضافة إلى خسائر فادحة في العتاد العسكري بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 24 ساعة في جبال صوران والبيرك وبأحواص حيث قام جيش الهجوم واسع وشامل على ميليشيات الحوثي في جبهة ناطع حيث قدر أن يسيطر على عدة مواقع في بأحواص والبيرك وصوران حيث شن عدة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية أسفرت عن مقتل عدد كبير من تلك الميليشيات التي لازلت يثثها مرمية في الشعاب كما لقي أكثر من ثمانية عناصر لميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بغارات جوية في الجبهة الشرقية من جبل إكبار علاوة على إعطاب كافة الأسلحة التي كانت بحوزتهم ودك التحصينات التي كانوا يتحصنوا بها بالتزامن أيضا لقي أربعة من عناصر الميليشيات مصرعهم قنصا على أيدي أبطال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية امتلاك محافظة البيضاء موقعها الاستراتيجي كونها تمتلك بوابات على تسع محافظات جعلت ميليشي الحوثي في تخبط وانهيارات مستمرة نتيجة لخسائرها الفادحة في المعارك العسكرية بينما أبطال المقاومة والقوات الحكومية مستمرون في دك أوكار وتحصينات ميليشي القهل والظلام لقناة اليمن اليوم فهد المجيد محافظة البيضاء سمرة النشرة فيها بعد الفاصل أزمة مشقات النفطية تشهدها عدن ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تواصل الميليشيات الحوثية غسل أدمغة الأطفال وزرع ثقافة حقد والموت في نفوسهم وتحويل المدارس والمساجد إلى مراكز تعبوية لأفكارها الضلالية المنحرفة الصرخة هي سهلة في الكلام والنطق لكن لها أثر كبير على الضقاء والمستكبرين إغراء ودغدغة للعواطف بشعارات طائفية مغلفة بغطاء ديني وبطني نهج اتبعات الميليشيات الحوثية مستغلة حماس الأطفال وحالة الخواء الديني والتعليمي وتحويل بعض المدارس إلى مراكز تعبوية لفكرها المنحرف هذا يدون الارفقاء يدون المدارسة الشعين عمدنا عمد الجباري هذا عالم طمساء يدون الارفقاء لم تسلم مدرسة الشهيد الزويري أول مدرسة بنيت بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مدينة عمران من تلطيخ الميليشيات الحوثية وتحويلها إلى مركز لبث ضلالها جامع الصالح والآخر سعت ميليشيات الضلال الحوثية لتحويله من جامعا للوسطية والاعتدال إلى مركز لنشر فكرها من خلال حلقات تعقدها فيه وتحاول من خلالها المساس بكل معتقدات اليمنيين القائمة على المحبة والتسامح إلى ما يخدم أداف الجماعة ويسهم في تحقيق غاياتها والنيل من اليمن كله الزج بالأطفال وتجنيدهم والدفع بهم إلى الجبهات والمتجرة بدمائهم وجوعهم لتحقيق مكاسب سياسية هو ما تهدف إليه الميليشيات الحوثية مستغلة قلة الوعي المجتمعي ودفع الآباء لأبنائهم إلى ما يسمى بالمراكز الصيفية نحن إلى هذه المركز الصيفي مركز الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه لكي نتعرف على قادتنا وقدوتنا ورموزنا من أعلام الهدى ونتعرف على الخط الصحيح الذي يجب أن نسلكه للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة الميليشيات الحوثية تعمل جاهدة لتنشئة جيل عدواني متقوقع في الماضي ومفخخ بثقافة الموت يجيد استخدام السلاح أكثر من قدرته على استخدام القلم في انتهاك صارخ لكل مواثيق الطفولة ووجوب حمايتها من هذا الاستغلال حيال الحوثيين لم تدم طويلا في حديثها عن تحفيظ القرآن في المراكز الصيفية وشك الأهالي بتوزيع كتب طائفية وتحدث بعض منهم أنه يتم تعليم الطلاب الأهزيج القتالية ووثائق تحريضية مشحونة بالفكر المتطرف للجماعة أربع سنوات والطفل اليمني يتعرض لكل أنواع الترهيب والترغيب والإرهاب والإهدار لحاضرهم ومستقبلهم وباتوا يرددون شعارات الموت بدلا من التغني بالحياة وفرحتها ويذهبون إلى المراكز وكلهم لهفة للموت قتلاء ضابط في جوازات تعز برصاص جندي في الشرطة العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح في تعز مصادر محلية ذكرت أن الضابط في جوازات تعز العقيد نصر محرم قتل برصاص جندي في الشرطة العسكرية أثناء محاولته الدخول برفقة صديقه لقطع جواز وأفقا لروايات شهود عيان فإن جنديا في الشرطة العسكرية حاول اقتحام بوابة الجوازات بسلاحه برفقة أحد المواطنين لغرض قطع جواز شخصي وتم منعه من قبل حراسة المبنى ومصادرة سلاحه أضافت المصادر أن جنود الحراسة سلموا الجندية سلاحه الشخصي بعد دقائق من مصادرته وحينها قام بإطلاق النار وقتل ضابط الجوازات في السياق أعلنت إدارة الجوازات تعليق العمل مطالبة سلطات أمن تعز ضبط الجندي المتهم بعملية القتل في الملف الاقتصادي البنك المركزي يعلن وصول الموافقة على سحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية وأزمة مشتقات نفطية تشهدها عدن ومناطق سيطرة الميليشيات الحوتي نتابع جولة اقتصادية جديدة وتتركز على شأن المحلي حيث أعلن قضاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني في عدن عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 26 بما بلغ 136 مليون دولار لتغضية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء الوطن وأهب البنك بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة توريد ومصرفة مبالغ الاعتمادات كاملة وبسعر صرف 440 ريال الدولار الواحد ما لم سيتم مصرفتها بسعر 506 ريالات للدولار الواحد في حال التأخير أكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن تمنح السفن المحملة بالمشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء في جميع محافظات الجمهورية استثناءات لتسريع دخولها الموانئ وأوضحت اللجنة في بيان صادر لها أن وثائق الموافقة على دخول التفريغ في الموانئ تمنح لسفن الوقود المخصص للكهرباء خلال 3 إلى 4 ساعات من تقديم التجار لطلباتها وتتولى اللجنة تنفيذ القرار الحكومي رقم 75 الخاص بآلية ضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية أكد مدير فرع شركة النفط بسحل حضر موت أن قرار الحكومة الأخير والذي قضى بحاصل استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن سيتلتب عليه زيادة في أسعار بيع المحروقات في السوق المحلية وأضاف إن محتوى القرار سيشمل فرض رسوم جمهوركية وضرائب ورسوم مالية خاصة ببعض السناديق التابعة للحكومة والمجالس المحلية وغيرها والتي قد يتراوح إجمالها ما بين 50 إلى 60 ريال سيتم إضافتها في تسعيرة بيع كل لتر من المحروقات توقفت محطات الوقود بمحافظة عدن عن بيع المشتقات النفطية بعد توقف ضخ شركة النفط إلى الخزانات ما أدى إلى أزمة حدة في المشتقات وأوضح مصدر في شركة النفط بعد أن توقف محطات الشركة وعدم بيعها المشتقات لعدم يضخي مصافي عدن النفط إليها وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي لم يستكمل تحويل قيمة الكمية المستلمة من المشتقات النفطية الموردة إلى الشركة تتواصل أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيدرة ميليشيات الحوثي منذ نحو أسبوع وأكدت مصادر محليا عدام المشتقات النفطية وإغلاق غالبية المحطات أبوابها أمام المواطنين مع ازدحام شديد في بعض المحطات التي تتوفر فيها المشتقات التابعة لقيادات الحوثية وعدت هذه الأزمة لارتفاع أسعار وقود لتصيل قيمة 20 لتر من البنزين 15 ألف ريال في السوق السوداء واتهم مواطن الميليشيات الحوثية باختلاق هذه الأزمة بهدف تنشيط السوق السوداء التي تحصد من وراءها مبالغ مالية طائلة لصالح قياداتها ومشرفيها وأخيرا وصلت إلى ميناع عدم آخرة دقل 3821 طن من مادة المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء بمدينة المكلة وساحل حضر موت وقالت وزارة الكهرباء إن شحنة تم شراؤها بسورة عاجلة بالتزامن مع إرسال 12 قادرة مازوت لتموين تلك المحطات من مصافي عدن وأضافت أنها ستستمر عملية تموين محطات كهرباء المكلة خلال الأيام المقبلة حتى السقر الوضع تماما بهدف التقليم من فترات انقضاء التيار بشكل ملموس وتخفيف من معاناة المواطنين من موجة الصيف الحارة وفي الختم تذكرون بأبرز العناوين السابع عشر من يوليو خطوة تاريخية بدأت بانتخاب الزعيم علي عبدالله صالح واعتبرت حجر الأساس لما بعدها مخرجات اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في البحر تخالف ما يجرى في البر والبليشيات تواصل تصعيدها افشال هجوم من حوثين في باب غلق بالضالع وتحرير مواقع في جبهة ناطع بالبيضاء لقاعنا في الخمسة والنصب على خير في أمان الله اشتركوا في القناة